هنتكلم بالتأكيد عن أفضل لعب في الجولة وأفضل لعب في الجولة كانت بالتصويت ولما تقول حاجة بالتصويت على ظهر القرى الأرضية لازم تعرف أن مرشح النادي الأهلي هو اللي هيفوز بيها بالتصويت ودي طبعا نتيجة التصويت أليو ديانج 71% شيكابالا 29% جنق بوكا 1% أنا هنا طبعا مبروك لأليو ديانج وأليو ديانج أقدم مباراة محترمة ومباراة قوية جدا 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 هو أكرم توفيق يمكن أكرم توفيق من اللجنة المنظمة هو اللي حصل على جائزة أفضل لعب في المباراة لكن أليو ديانج كان عامل مطش كبير جدا لكن أنا رسالة لربطة الأندية في وضع معايير الاختيار بمعنى أي وضع معايير الاختيار يعني أنا كنت أتفاهم لو حطيت أكرم توفيق أقول أفضل لعب اتخذ في الجولة في مباراة الزمالك وسموحة أفضل لعب اتخذ في الجولة كان لعب من فريق سموحة فأنا مش عايزة يكون القصة أو الجائزة دي معمولة على قصة اختبار شعبية الأهلي والزمالك أعتقد الاختبار واضح النادي الأهلي 71% فالقصة بالشكل ده بتروح للنادي الأهلي على طول لأنا عايز بالفعل يكون فيه تقييم لمستوى اللاعبين واللعبين اللي تدخل للإستفتاء ده يكون بالفعل أضافه وأجاده في المباراة نادي الزمالك له تزديدتين فقط لغير أون تارجت منها تزديدة من مدافع فريق سموحة وشيكبالا بيلعب بالدور الهجومي لما فارس اتكلم عن دور اليو ديانج هو بيكلم عن دور منظومة دفاعية اليو ديانج في مقدمة الصفوف دي مفيش أي خطورة على مرمى النادي الأهلي مفيش اختبار حقيقي للشناوي مفيش تزديدة أون تارجت على الشناوي فبالتالي اختيار اليو ديانج كان اختيار له وجهته اختيار جنق بوكة كان اختيار له وجهته حتى لو شايفين ان اختيار شيكابالا لو جهته بنقول ان فيه لعف اسموحة كان هو افضل لعف المرأة لكن لو عال شعبية النادي الاهلي واضح جدا جمهاريته عاملة ازاي وقاليو ديانج خد عن جدارة واستحقاق اول فريق دي بس كانت رسالة للربطة ان اختيار اللاعب يكون تبعا لاداءه في الملعب مش لفريقه عشان ما يبقاش في تفاعله كده قاليو ديانج هو لما انا بتكلم عنه بتكلم الى لاعب بالنسبة لي لاعب ملهم لاعب بالنسبة لي استثنائي لاعب بالنسبة لي وجوده في النادي الاهلي هو احد اهم الخطوات ان انت تقدر بمجموعة مميزة تسيطر وتعود سريعا لمنصات البطولات لان لو هو خارج من عندك وتحاول تشوف لاعب في نادي اخر او في افريقيا او في الخارج بالمستوى ده القصة هتبقى مكلفة جدا قاليو ديانج عامل ارقام لا تصدق 22 مرة استخلاص للكرة اقرب لاعب لي بعيد عنه رقميا تبتكلم في 16 التحام من 24 بيفوز بيهم الالتحامات الهوائية 3 فاس ب2 القصة في تمريرات قاليو ديانج مش ان رقم التمرير 45 تمريرة صحيحة من 49 يبدو ليك بالنسبة لك طب ما ممكن الراجل بياخد الكرة يسلم كده يسلم كده يرجع لورا لا قاليو ديانج تمريراته الاقصر هي التمريرات الامامية 16 تمريرة عمل منهم 15 تمريرة صحيحة تعالى بقى وقف عند رقم غريب جدا لقاليو ديانج الفاينال سيرد او السلس الاخير من ملعب الاسماعيلي او السلس الدفاعي الملعب الاسماعيلي قاليو ديانج عمل له 9 تمريرات اصعب ما كان ممكن تمرر ليه كم تمريرة منهم صح؟ 9 9 تمريرات من 9 للتلت الاخير صح قاليو ديانج عمل 3 تمريرات طولية التلاتة صح ده يديك ايه؟ على المستوى الدفاعي لعب قدر يحطك في الصورة طول الوقت وقدر داخل منظومة النادي الاهلي يترجم لك ارقام على مستوى التدرج بالكرة ونقل الهجمة كان لعب فعال جدا بطريق تمريراته قاليو ديانج لعب مهم لعب محوري بداية نتمنى ان هو يستمر عليه لاننا عندنا منافسة شرسة بن سلاسي هو مقرب الى قلوب كل الاهلوية عمر السلية حمد فتحي قاليو ديانج وفي حب الاهلي وفي روح الاهلي وفي اصرار الاهلي عايزين نتفرج على السلاسي ده وهو بيحقق ارقام طليق بالنادي الاهلي بالتأكيد يا فرس لكن خليني اقول الارقام دي بالتأكيد بعد الديه 15 لان قاليو ديانج كان قبل الديه 15 لسه ما دخلش اجواء المباراة وكان عنده ميسباس ولكن قدر ان هو يدخل اجواء المباراة وتقريبا الشوت التاني احتل الملعب الكامل مش فقط نصف الملعب وكان بالفعل يستحق مع اكرم افضل لعب وايضا حمد فتحي اللي بيبزي المجهود جبار وكمان توظيفه الجديد مع يعني كلر وبيسجل اهداف فده شيء عظيم جدا بالفعل عندنا سلاسي في خط الوسط يعني كمان لما اضيف لهم احمد نبيل كوكا لعب المنتخب الولمبي هتلاقي الامور افضل كثيرا طبعا اهم لقطة في القصة دي او في المباراة دي قبل من روح لمباراة اسوان هو تغييرة كريم فؤاد الجميع وهو قاعد بيتفرج على كريم فؤاد ربما تفاجأ ان كريم فؤاد هو اللي بينزل يلعب وينج رايت لكن الحقيقة اللي متابع تدريبات كولر عارف كويس قوي انه هو لم يتفاجأ بوجود كريم فؤاد كوينج رايت كريم فؤاد لعب في امبي وينج رايت وينج ليفت ولعب باك رايت وباك ليفت والحقيقة كولر عينه كويسة جدا وواضح جدا انه هو بيقعد يتكلم مع كل العيب ويفهم امكانيات كل العيب عشان يقدر يوظف العيب في مكان ربما يبدو ليك مفاجأة لكن بالنسبة لكولر هو مدروس اختبار مدروس نزل كريم فؤاد بالفعل اولا ريح جابة اكرم توفيق اللي الامانة مدبولي عمل جيم كويس جدا في الجابة دي لعب اسماعيلي ولكن اكرم توفيق كان بازل موجود جبار عشان يحد من الخطورة فنزل كريم فؤاد تفرغ اكرم توفيق للواجبات الدفاعية قدرنا نسجل هدف بعد ما سجلنا الهدف وبعد زيارة عادية اللي حصلت نزل السلية تاني ليعيد لوسط الملعب الاندباط والاستقرار وتبدأ ان انت تطلع بالمباراة فايز لان الفوز بالفعل كان مستحق فتغييرها تحسب القلر وده من اول يعني مزايا التغييرات عند القلر اللي بنلاحظها ففوز موفق ان شاء الله عندنا طبعا مباراة اسوان